هذا وأعلنت الحكومة البريطانية رسميا بدء فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث ونشرت وثيقة تتضمن إرشادات الحداد الوطني وذكرت الوثيقة التي حملت إرشادات حول رفع الأعلام ومعلومات عن السفر وغيرها أن الحداد سيستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية هذا وأعلن قصر باكينغ هام وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر نهز 96 عاما في قصر بلمورال الملكي بسكتلندا بعد مسيرة حكم حافلة امتدت لسبعين عاما ونكس العالم البريطاني فوق قصر باكينغ هام في لندن الذي تقاطرت إليه جمع غفيرة هذا وقد نعى قادة ورؤساء دول العالم ملكة بريطانيا الراحلة مستذكرين مسيرتها الطويلة التي قادت فيها بلادها مؤكدين أن الراحلة الكبيرة كانت رمزا للحكمة والتسامح وكانت المدفعية البريطانية قد أطلقت 96 طلقة بواقع طلقة واحدة عن كل عام من حياة الملكة إليزابيث الثانية تكريما لها وذلك من عدة مواقع من البلاد هكذا كل ماهو تكريما لها لا بنا تكريما لها حياة Warren